في أول تصريح رسمي لها بهذا الشأن كشفت مصادر قضائية مطلعة عن أن محاكم محافظة واسط استقبلت خلال عام 2011 نحو عشرين شكوى رفعها رجال ونساء كانوا جميعا ضحايا لزواج الأقارب القسري الذي ينتج عما يعرف عشائريا بالنهوة وأن المؤسسة القضائية أصدرت أحكاما بالسجن ضد مدانين بما وصفوها بجرائم المنع من زواج الغرباء واشتراط الاقتران بالأقارب تسجيل أحصائية من خلال محاكم التحقيق لجرائم المنع من الزواج أو ما يسمى بجريمة النهوة بالعرف العشائري حيث بلغ عدد دعوة المسجلة لعام 2011 عشرين دعوة هذا إذا ما قلنا أن جميع القضايا تم تحريكها والتسجيل شكوى فيها صدرت الكثير من القرارات من قبل رئاسة محكمة جنايات واسط في هذه الدعوة وتشير ناشطات في مجال حقوق المرأة إلى أن الكثير من النساء خاصة في مناطق الريف يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف الأسري والإكراه على الزواج وسوء المعاملة إلى جانب أضرار ما يدعى بزواج المرأة الفصلية حيث تشترك نساء مع شيوخ عشائر في نقل المعاناة والظلم الذي لحق بمن كنا ضحايا هذه الأعراف المتوارثة الرجل الريفي هو الرجل المتسلط عليها المرأة تتعرض لمحاور عديدة من النهوة والفصلية زواج مبكر زواج مقابل هي غير رافضة لهذا الشيء يعني أكو بنات حوالي 17 سنة قاعدوا قضية نهوة وأكو قضية لأنه نساء مشكلة عشائرية بمضادة بين العمام قاعدوا والبنات حوالي يمكنهم 15 أو 16 سنة وكبرى وراح نقول عندهم فات القطار أو سن الزواج مرأة الفصلية يعني ما لها قيمة عند عيالها عند العشيرة ذيش هاي خذي أنها فصلية ببكان فلان وبرغم رفض المؤسسة الدينية لزواج الفصلية أو النهوة العشائرية إلا أن البعض ما زال يتمسك بما يراه ضرورة تزويج أولاده من بنات الأقارب مع رفض تزويج النساء كهبات لحل المشاكل العشائرية ومن أجل مناقشة هذه الظواهر وسبل علاجها أقامت منظمة حقوق الإنسان في مدينة الكوت مؤتمرها الأول الذي جاء بعنوان الحفاظ على كرامة المرأة واجب مقدس بيت أخوي أنا من أم وأبوي وعندي ولد أربعة يجي واحد من غير عشيرة يأخذها أطيها إلىه شو تقول أنت ما أطيها إلى الوان هز جم تذبح الدنيا بيانات التي ظهرت مرعبة مع العلم أنه في مراكز المدينة لا توجد هناك مثل هذا الظواهر لكن في أرياف المدينة نحاول أن نسلط الأضواع مثل النهوة العشائرية في كثير من العشائر تقوم بها أو المرأة الفصلية بالذات حيث تكون المرأة هي ضحية الجان والمجنع عليه بين القاتل والمقتول يرى مختصون وباحثون أن واقع المرأة الريفية ما زال بحاجة لمزيد من الدعم والاهتمام في ظل وجود بعض الأعراف الاجتماعية المتوارثة كالنهوى والزواج المقابل من مدينة الكوت أكرم ربيعي الحرة